ومن ثم الأخطر من ذلك أن هناك حديث بأنه سيتم توسع الهدنة ستة أشهر جديدة بنفس الشروط التي تم الاتفاق مع الحوثي وهو رفع الحصار ومن ثم ذلك الحديث عن دفع المرتبات يعني بمعنى أن ستة الأشهر الماضية الحوثي لم يلتزم بينما التزمت الحكومة اليمنية بكل تفاصيل الهدن الأممي وبعد ذلك أقرت استثناءاتنا نفذت استثناءات لم يكن موجود في الهدنة مثل استثناء دخول سفن نفطية غير متقاوزة آلية الاتفاق التي تم العمل عليها بمعنى أنه سنخدم الحوثي هو فقط هو من يطرح الشروط والحكومة اليمنية من تنفذ من ثم بعد ذلك الخطر في هذا الأمر هو أنه يتم بناء أرضية لانتزاع شرعية دولية لميلشيات الحوثية إن لم يكن هناك تعامل المبعوث الأممي مع الميلشيات الحوثية بهذه الصيغة